السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي اسئلة وزارية مهمة جدا كيميا للصفة الثالث متوسط للدور الثاني طبعا رح ناخذ ثلاث امثلة من الفصل الرابع اللي هي المحاليل هذا صفحة 72 جابوه بالدور الاول يعني ما راح يجيبوه بالدور الثاني جابوه نصن ورشحته والحمد الله جابوه يعني هو هذا السؤال نصن بدون ما غيره بالأرقام فما راح اقرأ ما راح اخذه هناخذ هذا شوفوش راح اخذ اخذ هذا المرشح واخذ صفحة 74 ومن صفحة 75 فهذه المسائل الوزارية بالفصل الرابع يالله عيني ناخذ هذا السؤال احسب النسبة الحجمية لكل من حامض الخليق والماء في محلول تكون عنده خلط 20 ملي لتر من حامض الخليق و30 ملي لتر من الماء طبعا النسبة الحجمية V والنسبة الكتلية M فراح نحل هذا السؤال يالله عيني بسم الله الرحمن الرحيم خلنا نشوف السؤال كله طالع يالله نقول هذا مثال حتى تشوفوه 3 أربعة صفحة 73 يقوله احسب النسبة الحجمية لكل من حامض الخليق والماء عنده خلط 20 ملي لتر ومن حامض الخليق 30 متر اذا ياه المجهول اول مرة حجم المذاب اللي هو V1 يساوي النججة المنطيني 20 ملي لتر طبعا بس منطيني V1 و V2 شي ريد المجهول المجهول V total المجهول V total V1 20 ملي لتر و V2 مطينه بالسؤال 30 ملي لتر هذا حجم من هو المذيب المذاب اول واحد 20 ملي لتر والمذيب 30 ملي لتر طبعا هاي كلها معطيات واته مطلوب منك المعطيات فاكتبها خاطر ما ينقصك اقول V total يعني حجم المحلول V total V يعني T يساوي V1 زائد V2 V total ينزل بما انه مجهول ينزل اجدل V1 20 زائد V2 30 V total يساوي 20 زائد 30 50 ملي لتر واش طلعت طلعت V total هسا راح اطلع النسبة الحجمية للمذاب يساوي انه V1 على V total في مية بالمية في مية بالمية النسبة الحجمية للمذاب V1 على V total في مية بالمية ويساوي انه اجقدل V1 مطينا يا 20 على V total اللي احنا طلعناه 50 في مية بالمية اخلي لها مقامها واحد ازاي هنضرب 20 في مية شي طلعنا انزل الاثنين والثلاثة صفار ينزلن 50 في واحد 50 الصفر ويا الصفر راح نقول على خمسة بها واحد 20 كم خمسة بها أربعة والصفر ينزل ويساوي انه 40 بالمية 40 بالمية هذاش طلعت طلعت النسبة الحجمية المن للمذاب طلعت 40 بالمية تمام هسا اقول النسبة الحجمية للمذاب يساوي انه V2 على V total في مية بالمية ال V2 جد من طين اياه ال V2 30 وال V total 50 في مية بالمية زي اخلي اخلي لها مقام هواحد نضرب 30 في مية يطلع عنا ال V3 ينزل 3 صفار ينزل 3000 على 50 نختصر ال 3000 على 50 هاي الصفر ويا الصفر راح على 5 بها واحد 30 كم 5 بها 6 وشنو والصفر ينزل ويساوي النججة 60 بالمية هاي نسبة الحجمية للمذيب 60 بالمية هذا حل السؤال الاول اللي هو صفحة 73 ننتقل المن صفحة 74 اكو مثال ايضا مهم جدا هذا احتمال يجبوه نقول لك ما حجم محلول كحول الاثيل بالمليلتر اللازم اضافته للماء ليصبح حجم المحلول الكل 50 مليلتر لتكون نسبته الحجمية 80 بالمية يلا يعني خلينا نحل شوفوا احنا دائما الماء مذيب هاي معروفة الماء مذيب والمحلول اي محلول يطيقيا بالسؤال هو مذعب فاذن شنطلع ياهو المجهول ال V1 ال V1 هذه مثال اربعة اربعة صفحة اربعة وسبعين رأس نقول الحل اقول النسبة الحجمية الحجمية للمذاب يساوي V1 على V توتر في مية بالمية V1 على V توتر في مية بالمية زي اجد النسبة الحجمية للمذاب 80 بالمية يساوي V1 مجهول V total 50 ميلي لتر في مية بالمية زي ها ها رح اخلي مقام 1 هذا باعتبار كله مضروب وهذا مضروب الجهة يعني نقول باعتبار حديا نقول مية في V1 نقول مية V1 مية V1 ها قبل كل شي لازم البل مية والنسبة المئوية والنسبة المئوية يروح V1 في مية مية V1 على يمن على 50 في 80 يساوي 80 بالمية راح اخلي لها مقام واحد اضرب طرفين وبوسطين فنقول مية في مية V1 يساوي ان 80 في 50 80 في 50 زي مية V1 يساوي ان الصفرين ان اضرب 5 في 48 40 اقول V1 يساوي ان 400 4000 على 100 اكتصار الصفرين ويه الصفرين يروح جير بقتلي بقتلي V1 نساوي نساوي 40 ملي لتور هذا السؤال او المثال 44 كلش مهم نكتب عليه مهم جدا جدا نجي 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 مثال 5 4 يلا عيني هذا ايضا المهم اذيب 5 غرام من كبريتات النحاس في 0.5 لتر من الماء المقطر احسب تركيز المذاب في المحلول بوحدة غرام على لتر يلا يوم يعني الكتلة غرام بالغرام V بال L يساوي كبريتات النحاس مطينا اياها 5 غرام وذيبة 5 غرام على V مطينا اياها 0.5 L هايو فنقول 5 على 0.5 نقول على 5 بيها واحد اها قبل لها قبل نختصر لازم نصعد الفاصلة شوفوا هزا هاي 5 على 0.5 هنا ما دام عدي فاصلة بالمقام نحذفها ونحسب اش كم مرتبة نصعدها بالباصل اش قيد مرتبة وحدة اذا نصير 50 على 5 50 على 5 هاي بيها وحدة وهاي بيها 10 اذا اش قيد طلع لنا 10 ويساوي 10 غرام على لتار هذا المثال نقول صفحة 75 مثال 5 4 ركزوا على هذا الفيديو 3 جبت لكم ما معقول واحد منعتهم ما يجي لازم يجي منعتهم حصلوا لكم 10 درجات والله يوفقكم اشتركوا اشتركوا اشتركوا